العمل خارج الشرعية الاعتداء على الجيش واستحداث نقاط عسكرية اتهامات رسمية لقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات وهي الاتهامات التي اتت بعد سلسلة من الاعتداءات على السلطة المحلية بشبوة كان اخرها قيام نقطة امنية تابعة للنخبة بيقاف محافظ شبوة اللواء علي الحارث لمدة ساعات واتهمت السلطة المحلية بمحافظة شبوة بشكل صريح قوات النخبة الشبوانية بالعمل خارج اطار السلطة المحلية ورفض التنسيق مع الوحدات العسكرية والامنية السلطة المحلية في مذكرة لها موقعة من قبل المحافظ طالبت قيادة قوات التحالف في محور بالحاف بالتدخل لإيقاف المخالفات والانتهاكات التي تقوم بها قوات النخبة وقالت مذكرة المحافظ ان قوات النخبة اوقفت القيادات الامنية والعسكرية ولم تسمح لها بالمرور من نقاطها لأكثر من مرة اعتدت قوات النخبة وفق بيان السلطة المحلية على افراد من الامن والجيش لعدة مرات من ضمنها حادثة الاعتداء على امن مديرية الروضة كما انها اقتحمت مقرات محلية وسلمتها للمجلس الانتقالي الجنوبي بالاضافة الى استحداث نقاط عسكرية على مداخل عتق بدون تنسيق مع المحافظ والجيش وفق مصادر حكومية فان تجاوزات القوات المدعومة من الامارات بلغت حدا اخرج السلطات الحكومية عن صمتها وهو الامر الذي جعل محافظ شبوه يطالب قوات التحالف باخضاع قوات النخبة لاشراف اللجنة الامنية بالمحافظة وخروج تلك القوات من عتق والالتزام بالاعتذار العلني ويعادة المقرات الحكومية